و كنا عايزين نتكلم و إن كان في الدقتين اللي فضلين عن الأشهر الحرم هي مذكورة في قول الله تعالى أيها 36 سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله إثنى عصر شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلم فيهن أنفسكم هو عتاب المحبين القتال يحرم في الأشهر الحرم و نحن في شهر رجب الأصم لعدم وجود آلات القتال فيه و الأصب لأن الله يصب فيه الخير و بالمناسبة شهر رجب بداية الحمل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم و هذه المناسبة يخفل عنها كثير من المسلمين أنا بس عتاب المحبين أقول للمتقاتلين في اليمن في العراق في سوريا في السودان في ليبيا في الصومال أين نحن من تعظيم فلا تظلم فيهن أنفسكم أين نحن من تعظيم هدنا على الأقل في الأشهر الحرم و شهر رجب الذي دخلنا فيه من الأشهر الحرم يعني شهر سيدنا عمر عليه رضوان الله يقول كان الواحد في الأشهر الحرم فيما تورسه العرب من عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يلقى قاتل أباه أو أخاه فلا يتعرض له يعني شوف الجاهلية قبل الإسلام كانوا يعظمون الأشهر الحرم تعظمهم لما نقل عن الملة الحنفية سيدنا إبراهيم عليه السلام النبي أبقى على هذا على هذه الحرمات و قال إن الزمان قد استدارك يوم هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة ده كلام سيد النبي صلى الله عليه وسلم إثنى عشر شهر منها أربعة الحرم سلاسة متواليات زول قاعدة وزول حجة والمحرم و رجب الفرض الذي بين جماد الأخيرة و شعبان فأنا بسأل و أقول حتى الجماعة الإرهاب و الإرعاب التي كانت لا تعظم ولا تلتفت إلى هذه الحرمات أقول للمسلمين على المستوى العام و الخاص عظموا ما عظمه الله بالكف عن القتال في الأشهر الحرم لعل النفس البشرية تأخذ هدنة و تعود إلى الأصل الأصيل السلام والأمن والأمان اللهم أمين يا رب نعم علينا بالسلام و بالأمن و بالسلام على كل البشرية مولانا نورتني و شرفتني كمجرة العادة و شعرف أشكرك إزاي كل الشكر لفضيلة الشيخ سريع عندك بقى طلب مسألة العوار في تأمينات اللي تكلمنا عليه في الجزء الأول أرجوك أن تتبنى في مجلس النواب الموقر أنا أعتقد ممكن بس بضوابط يتحط عليه ضوابط متعلقة ببحث الحالة الاجتماعية للتأكد إن كانت الزوج الثاني موسور الحال لا تستحق المعاش بتاع الأب أو الأخ مثلا وإن كان معدم أو يعني مسكين أو شيء استحقت هذا ماشي الكلام يبقى نشتغل على كده